فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين ومن استنى بسنة واهتدى بعديه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات دير بردرزن سيستر جار ويلكم ما الله تعالى إنكريجيو علم وإيمان أسأل الله أن يزيدكم من العلم والإيمان وأستبيحكم عذراً في تغيير مسار الدرس هذه الليلة عن المعتاد والمقرر وهو مدارسة كتابي الأجر الرمية إلى محاضرة عرضية دير بردرزن سيستر أسأل الله تعالى أسأل الله تعالى أسأل الله تعالى أيها الوحيدين بردرزن سيستر أسأل الله تعالى أسأل العالم التي تحدث عنها a lecture that had a purpose to be conducted وهذه المحاضرة تأتي في معرض التبيين والإضاحة لما انتشر بين بعض الإخوة والأخوات من أقوال غير صحيحة and this lecture comes to clarify and refute some statements that have been spreaded amongst the brothers and sisters وأرجو بعد بياني هذه الأمور وتصحيح الخطأ منها أن تنشر هذا إلى كل من تعرفون وإلى المواقع التي تعرفون كتابة وصوتا and after you hear this talk of today I wish that you all spread it widely to all whom you know and to all websites that you have access to it and both verbal and scriptural وهذه الأمور التي انتشرت هي أقاويل الدعية أو الدعاء ناقلوها كما يزعمون أنها لي these statements which have been travelling all around the world are as the people who transmitting it claim that they that these are mine وأنا بريء منها براءتي الذئب من دم ابن يعقوب and I'm free from it as the wolf was free from the blood of the son of يعقوب ومما قالوا أنني أتكلم في مشايخ الدعوة السلفية بالذنب والتنقص and from what they said that I speak against the مشايخ الدعوة السلفية and a way of lowering them and wronging them وهذا والله لعين الكدر and that by Allah is the is the pure wrong and false and a reason وإني وإني لا أجل كل سلفي فضلا عن أن يكون طالب علم فضلا فضلا عن أن يكون عالما من علماء المسلمين الذين هم على المنهج السلفي and I swear by Allah that I love every every salفي rather that the students of knowledge rather that the scholars who are upon the المنهج السلفي لكن ماذا نصنع لمن أبوا إلا أن يكونوا جند إبليس but what can we do for those who refuse to be anything else but the soldiers of إبليس يسعون في تفريق الوحدة السلفية وتمزيق الصف السلفي they always work on spreading the unity of or dividing the unity of salafiyya and breaking the row of the salafis وَهَأُولَا يَقُولُونَ أَنَّنِي فِي الْمُقَابِلِ أَرْتَضِي وَأُثْنِي عَلَى الْحِزْبِيينَ and these people say that on the other hand on the other hand I also as witnesses that I'm free from all this وَلَمْ أَكُنْ يَوْمًا أَرْتَضِي حزْبِيًا and I never accepted حزبي وَأَنَا الَّذِي تَرَكْتُ بَعْضَ مَشَايِخِ مِمَّنْ صَارُوا إِلَى الْحِزْبِيَّ and I am the one who boycated some of my مشايخ who were up on حزبي who became or who were up on حزبي after I knew that they were up on حزبي ومن ذلك نعم كالشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي للآيق الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي الذي درست عليه في أول من درست عليه من العلماء على كتاب عقيدة a book of عقيدة as one of the first علما that studied with a book of عقيدة وكنت أدرس عليه العقيدة الطحوية ولا أجلس للأسئلة لما رأيت فيها من الدلالات الحزبية الواضحة and I never used to sit to the questions for what I saw of the clear evidences of حزبية وعندي بخط يده تزكية لم أخرجها ولا أخرجها لأنني لا أرى أني أن لي فخرا بذلك and I have a تزكية and his handwriting I never brought it out and I will never bring it out as a way to be proud of being recommended because of what I know of his حزبية وإن كنت حين أسأل عن مشايق الذين درستوا عليهم لأذكره في من أذكرهم I mention him whenever I'm asked about my شيخ I mention him as one of those who I studied with ومثله الشيخ سعيد شعلان and the like of him is الشيخ سعيد شعلان ولم يكن لي ولله الحمد مشايق ممن درست عليهم من الحزبيون إلا هؤلاء ولما عرفت حزبيتهم وظهرت لي جلية تركتهم and whenever and when I found their حزبية and found it clear to me I left them I left them فلا أدري بأي حق يطعن علي هؤلاء بقولهم أني أعاد السلفيين وأعاد السلفية and I don't know how come these people criticize me and say that I محمد المالكي have enmity with the سلفies and the سلفية فيا سبحان الله والله أول مسجد سلفية في جدة مسجد الأنوار بحي الصفا كنا نقيم الدروس للعلماء والمحاضرات العلمية وكان وكان يفد إلينا أهل العلم وطلبة العلم من كل حدب وصوب كلما جاءوا إلى جدة and we were organizing the lectures and seminars for the علماء of الدعوة السلفية in جدة we bring them from all around to come to جدة and teach and give lectures وكان من أوائل ما كان من ذلك أن كان في مسجدنا في مسجد الأنوار درس للشيخ محمد بن عبدالهاب البنة درس أسبوعي في مختصر صحيح مسلم وكنا نحضر له and from the first دروس that we conducted there in مسجد الأنوار at that time درس for شيخ محمد بن عبدالعاب البنة رحمه الله it was on مختصر صحيح مسلم and then we had also regular weekly درس for شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله and we completed them الأصول كان من أبرز in مسجد وكذلك جاءنا الشيخ ربيع ابن ابن هاد المدخل حفظه الله وألقى محاضرة في بيتي عن شيخ ربيع حفظه الله came to our area and he gave a talk in my house و وكذلك جاءنا الشيخ علي ناصر فقيه والشيخ سميع الله من أفغانستان خليفة الشيخ جميل الرحمن and to us شيخ علي ناصر فقيه came as well as شيخ سميع الله the assistant of شيخ جميل الرحمن and the and the one who replaced جميل الرحمن after he was killed وغيرهم كثر and other than them were much and many و وكم ذهبنا إلى أهل العلم وطلبت العلم السلفيين والتقينا بهم واستفدنا منهم من أمثال الشيخ محمد بن هاد المدخلي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ زيد ابن هادي المدخلي والشيخ عبيد ابن عبد الله بسليمان الجابري والشيخ صالح ابن سعد السحيم والشيخ ابراهيم ابن عامر رحيلي والشيخ محمد ابن عبدالرهاب العقيل والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ علي بن غاز التويجري والشيخ مسعد الحسيني والشيخ عبدالرزام ابن عبدالمحسن العباد البدر والشيخ وصي الله عباس والشيخ محمد ابن علي ابن آدم الأثيوبي وهو الذي لزمته قرابة ثلاثة عشر عاما لم أترك درسه ستة أيام في الأسبوع وقد أفدت منه علما كثيرا غزيرا جما وكذلك الشيخ الإمام إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ عبدالعليز بن باز كنت آتيه في بيته في مكة كلما جاء مكة وأستفيد من علمه بل لما كان يسكن في الطائف استأجرت بيتا في الطائف أنا ورفاقا لي مدة عام وكنت أقضي معظم الصيف في الطائف حتى أنهل من علمه واستفيد منه ومن الله علي أن التقيت الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله وأملى علي تزكية كتاب تزكيت على كتاب شرح سنة النساء للشيخ محمد آدم ومنذ أن من الله علي بمعرفة المنهج الحق لم أحد عنه قيد أنم لو أسأل الله أن يثبتني على الحق وأن لا أميل عنه أبدا وأما النزاعات التي تكون بين من هم على السلفية في أخطاء يخطئ بعضهم فيها في أمور يخطئ بعضهم فيها فينقض بعضهم بعضا عليها فإني أنقى بنفسي عن أن أكون بينهم ميالا إلى أحدين دون آخر أمور I'm sorry I kept speaking in Arabic for long but excuse me if I miss some of what I said I mentioned many names of the shiukh that I studied with and I met and I sat too and from these ones Shaykh Abdul Aziz Ibn Vaz the imam of this time who I studied with for some good time in Mecca whenever he used to come to Mecca in his house and when he used to come to Taib in the summer I I rented an apartment there with some of my brothers students of knowledge for a year and I used to spend the summer there studying with him studying different books and from these who I studied with Shaykh Rabia studied with him Kitab Al-Tawheed and Kitab Al-Sharia not complete but many sittings and also Kitab Al-Hadith and I studied with Shaykh Muhammad al-Shaykh Muhammad al-Jabri on different books and I sat to Shaykh Albani and sat to Shaykh Muhammad I visited Shaykh Muhammad along with Shaykh Ali At-Tawheed and Shaykh Muhammad Adam and Shaykh Muhammad dictated on me the recommendation that he made for the book of Shaykh Adam and Alhamdulillah since Allah Ta'ala blessed me with knowing this manhaj of the Salaf I never come to know myself with or supporting any Hizbi and I ask Allah Ta'ala to keep me up until I die but for what happens and occurs between the Salaf students of knowledge or Salaf Shaykh from criticizing one another I do not put myself in between them but I consider them scholars and students of knowledge of Salaf whatsoever they say about each other until I see the clear evidence and the agreement of the Mashaykh upon that then I can say that this is Hizbiyah for example the names I mentioned including some names I did not mention like Shaykh Abdul Mahsin Al-Abbad who I studied with and I am still continuing attending his classes they all agree that certain names are Abun Hizbiyah like as as I said several Hawali Salman Al-Aud and others but those who some of students of knowledge who are Abun Salafiyah or some any one of them but I keep love to all of them for the sake of Allah and Al-Hamdi Lillah I never took any penny any riyal any dollar for my talks lectures position support whatsoever I do I never ever took no money from nobody so I don't fear that so and so stop giving me money or stop giving me support وأنا لا أذكر أني أخذت أجرا من أي أحد من الناس على علم تعلمته أو علم علمته ولا أنتظر من أحد شيئا من ذلك ولكن أسأل الأجر والثواب من الله ولذلك وأنا لا أنتظر دعما من أحد وليس الدعوة من أجل أحد وإنما هي لله and I don't wait for any support for anyone and my دعوة is not to please no one but it is to please Allah alone ولذلك لما كتبت قصيدتي في الشيخ يحي الحجوري في اليمن وأنا بالمناسبة and that's why when I wrote my poem about defending الشيخ الحجوري in Yemen and by the way I respect all the مشايخ of Yemen وأنا أحترم وأحب كلما شيخ اليمن الشيخ يحي الحجوري الشيخ محمد عبدالعاب الوصابي الشيخ محمد الإمام الشيخ عبدالعز البرعي الشيخ أثمان السالمي الشيخ عبدالله الذماري الشيخ عبدالرحمن مرعي الشيخ عبدالله مرعي الشيخ عبدالله عثمان وغيرهم ممن أعرفهم ممن هم على نهج السلف these names aren't other than them from the students of knowledge that I know in Yemen who are up on the منهج السلف كلهم أحبهم وكلهم أدعو لهم وكلهم أسأل الله أزوجل أن يبعد عنهم الشحناء all of them I love all of them I ask I pray for all of them I ask الله تعالى to remove hatred from their heart which is against each others لكني لما كتبت قصيدتي في نصرة الشيخ يحي الحجور ليس من هؤلاء المشايخ وطلبة العلم لا ولكن من الغوغاء الذين أخذوا الخلافة الذي بين الشيخ يحي والمشايخ وأصبحوا ينالون منه كذلك أولئك الذين أخذوا الخلافة واصبحوا ينالون من الشيخ عبد الرحمن والوصابي والإمام والشيخ عبيد وغيرهم I did not write يعني write this to defend شخ حجوري against the scholars and the students of knowledge no but from those from those who we call them غوغاء or the mob the mob ones who just take the advantage the advantage the advantage of whatsoever conflict that occurs between the scholars of salafiyya and the students of knowledge of arab salafiyya and try to make an يعني an enmity between the مشايخ because of that and increase the enmity these are the ones that I'm targeting these who are who write on the internet against الشيخ يحيا and against الشيخ عبد الرحمن and against الشيخ عبيد and against the the مشايق anywhere قلت في تلك القصيدة لله درك يا حجوري أن كنت بالحق جهوري إلى آخر ما قلت قالوا إن هذا يقصد به المشايخ والعلماء when I said this they said he means the مشايخ and the scholars طلاب العلم and the scholars فردت بأخر أقول فيها so I refuted this with one another poem that I wrote فقلت كلا you are our 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 and you are people of highness goodness, accept the sounderly, or accept the sounderly. شيخ عبيد وابن هادي كلكم سادات علم لستم من الجهالي. شيخ, you my شيخ عبيد وابن هادي meaning محمد بن هادي and ربيع بن هادي. You all are highly respected people of علم. You are not from the ignorance. والشيخ يحيا فاضل ردء لكم سمت وقار ووقفة الأبطار And شيخ يحيا is noble and humble and he is a supporter of you and his way of looking and his tranquility and in the position of heroes of position of righteousness وَكَذَا الْوِصَابِ نُحِبُّهُ وَنُحِبُّكُمْ and so like وصابي محمد بن عبد الرحمن وصابي We love him and we love you too وَكَذَا بْنُ مَرْعِي وَابْنُ بُرَعِي شِبْهُ جِبَالِ and the like the son of مرعي عبد الرحمن مرعي and his brother عبد الله مرعي and ابن بُرَعِي عبدالعزيز بُرَعِي like the mountains أَمَّا الْإِمَامُ فَهُوَ الَّذِي يَجْعُوا لَكُمْ أَنْتُمْ نَعَمْ أَنْتُمْ خَيْرُ الرِّجَالِ while the imam is the one who always subligates for you all for you all you yes you the best of men أَنْتُمْ عَلَى هَدْهِ الرَّسُولِ مَسِيرُكُمْ أَتْبَاعُ صَحْبِ مُحَمَّدٍ وَالْآلِ you are the ones who are on the way of the messenger following followers followers of the companions of Muhammad صلى الله عليه وسلم and his family إِنِّي لَأَسْأَلُ خَالِقِي حِفْضًا لَكُمْ فَهُوَ الْكَبِيرُ الْقَادِرُ الْمُتَعَالِ verily I ask my creator the one who created me to preserve you as he is the greatest one the most the one who is most able and the most highest one so I said this in Ramadan in the 24th of Ramadan after Fajr this year year فقلت هذه الأبيات فجر الأربعاء الرابع والعشرين من رمضان لهذا العام عام 1432 so I said in this year year 1432 غير أني لازلت أسمع but I still hear بعض الأشرار بعض الأوغاد some of the evil people some of the people of فتنة لا زالوا يسعون بالفساد والوشاية ويقولون هذا قال وهذا قال وإني والله لأشهد الله أني أحب كل من سمعتم أسماءهم من هؤلاء المشايخ والعلماء وإني لمعهم ولكني أنقى بنفسي عن أمور لا تعنيني أموذم أموذم all these names that you hear and I love them and I ask Allah to bless them and survive them and preserve them but I keep myself away from whatsoever happens between them if it is not from the منهج purely إذا كان ما يجري بينهم ليس هو من أمور المنهج وأن لي أن أعرف ذلك قد يسأل سائل and how can I know that someone may ask that discussion أني لأتشاور مع أهل العلم وخصوصا الراسخين منهم فيه فما أيدوه ودلوا عليه ارتضيناه لأنهم أهل علم وأهل السن وقد أمرنا بالأخذ عن الأكبر والأعلم and that is because they are people of knowledge and old in age and we are commanded to take from the ones who are old in age and those who and those who are up on knowledge لأجل هذا أحببت أن أبين هذه المقالة الجائرة الظالمة التي تنتشر بين كثير من الناس ممن لا خلاق لهم ولا علم عندهم and so I say this today to clarify this and review these statements that being spreaded among people who do not feel Allah تعالى and what they say فأسأل الله لي وليهؤلاء المشايخ وطلبة العلم وهؤلاء أيضا العوام الذين أدخلوا أنفسهم بين العلماء and I ask Allah for myself and for these scholars and students of knowledge and even these عوام the ignorant people who push themselves into this fitna between the مشايخ أن يحفظنا الله جميعا من الزلل وَأَنْ يَغْفِرَ لَنَا ما كَانَ مِنَّا مِنْ زَلَّاتِ upon the obedience of his and the love for him سبحانه وتعالى وَأَنْ يُبَصِّرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِدِينِنَا and that Allah تعالى enlighten us with the with our religion وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ and that He Allah تعالى provide us knowledge and action upon this knowledge وأسأله تعالى أَنْ يَقِيَنَا وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلَمَاءَ وَطَلَبَةِ الْعِلْفِ الفتن ما ظهر منها وما بطن وخاصة الحالقة منها and I ask Allah تعالى to predict us all and the scholars and the students of knowledge from the فتن and especially the ones which shave the religion of these فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم as the prophet صلى الله عليه وسلم said هذا هو كل ما أردت أن أبينه وأوضحه وأوضحه أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الله لكم حسن استماعكم الله تعالى ورحمة الله تعالى reward you for good hearing and good listening وأرجو منكم جميعا كما قلتم أطلع الكلمة and I ask you all as I said in the beginning of the talk أن تجهروا هذا عني في بريدكم بريدكم الإلكتروني to spread this widely from me and your emails وفي المواقع التي يحق لكم الكتابة فيها أو رفع المحاضرة الصوتية أو المكتوبة فيها and that and which website you are able to access to raise the whole lecture voice lecture or written حتى يتبين الأمر وتتضح هذه الحقيقة ولا يبقى لصاحب فتنة منفد so that the case would be clear and that the one who wants to cause the fitna have no way to get through وأسأل الله أن يزيد حب أهل العلم في قلوبنا وأن يجعله سببا لنيلنا حبه ورضاه and I ask الله تعالى to increase the love of أهل العلم in our hearts and to make it a cause of earning his love والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 ترجمة نانسي قنقر